من فضلك لترجي أنا قلت لك حتى يقرأ زي ما هم هاي اللين هاي وكات بينا لترجي عايزة نبهك لترجي والصباح التونسية قالت وتتواصل العقدة الاهل يطيح بالترجي ويفتك صدارة المجموعة الاولى شمس في ام التونسية كأس رابطة الابطال افريقيا الاهل المصري يفوز على الترجي الرياضي 1-0 جريدة الجمهورية التونسية الترجي ينحني مجددا عنوان قاسي عنوان مش عجبني الترجي ينحني مجددا ضد الاهل المصري في رادس اسمع بقى الترجي لا ينحني طبعا الاندية اللي زي الاهل والترجي والاندية الكبيرة دي هي اندية عريقة ده عنوان قاسي غير مناسب ولا يتسم بالواقعية بقيمة الترجي الترجي نادي كبير جدا 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 وهو الاهم واحنا بنحبه زي ما هو بيحبه ده كلام مهم جدا لانه الترجي يا دولة الترجي في تونس الشقيقة نادي كبير نادي له تاريخه نادي له قيمته نادي له عراقته نادي له اسهماته حتى في البطولة الافريقية يكفي انك انت لما بتقول الاهلي بتقول القمة الافريقية وربما القمة العربية حاليا الاهلي والترجي فالترجي التونسي يمكن العنوان في جريدة الجمهورية التونسية ربما كان في ثقافتهم مفهوم الانحناء غير مفهومنا احنا في ثقافتنا لكن اللفظ في حد ذاته قاسي وبيفكرني بعنوان سنة ستة وتسعين أو سبعة وتسعين كنا راحين الاهل بيلعب في البطولة العربية كان وقتها الكرة التونسية صاحبت تفوق كبير على الكرة المصرية قياسا على المنتخب وما كانش مألوف انه ايه عنديه مصرية بتكسب الانديه التونسية فجرنون تونسي اعتقد الصحافة التونسية فاكر كان منشدتها توحشناكم يا خبزتنا اه مثلا عايزين يقولوا انتو اللقمة اللي احنا بنكلها انتو وحشتونا كلقمة سائغة اعتدنا اكلها لا ده كان من خلال تفوق كبير وتاريخي للكرة التونسية طب اقول لك حاجة برضو الى ان جاء الاهلي الاهلي اشتركوا في القناة